لعبون دمرت الإصابات مسيرتهم العاشر إدوارد تسيلفا حظي مهاجم أرسنل إدوارد ببداية مذهلة لمسيرته الكروية مع الكنرز في موسم 2007-2008 تعرض إدوارد لإصابة خطيرة في مباراة ضد بيرمينكام شدة الإصابة أدت إلى ظهور دعوات الإيقاف المهاجم مارتين تايلر الذي كان يلعب في صفوف بيرمينكام إلى أجل غير مسمى لكن الأهم من ذلك أن تلك الإصابة أنهت ضمنياً فرصة إدوارد في أن يصبح من اللاعبين النخبة حيث لم يستطع النجم الكرواتي ذو الأصول البرازيلية من العودة منها بنفس المستوى وغادر أرسنل كلاعب حر مجاناً في عام 2010 التاسع دانييل سوريج شكل دانييل سوريج ثنائياً مرعباً إلى جانب لويس سواريس في موسم 2013-2014 تحت قيادة روديغرز سجل المهاجم الإنجليزي 25 هدفاً وقدم 9 مريرات حاسمة في 33 مباراة لعبها في ذلك الموسم بعدها رحل سوريس وتعرض سوريج بانتظام لمشاكل في الفخذ والساق مما جعل مشاركته مع ليفربول متقطعة يلعب مباراة ويغيب الأخرى ذلك الأمر أدى إلى تراجع كبير في مستوى الأمر الذي سمح للمهاجم فيرمينيو بأخذ مكانه نهائياً رحل بعدها إلى تركيا بعد أن خرج تماماً من حسابة المدرب يورغيني كلوب سوريج كان بإمكانه أن يصل إلى مستوى أعلى إذا ما كان قد وجد حلاً لإصاباته المتكررة الثامن في والكوت لسنوات عدة اعتمد أرسنل على والكوت الشاب من أجل اختراقات دفاعات الخصوم النجم الإنجليزي كان يملك من السرعة والمهارة ما تمكنه من فعل ذلك حتى حصل على الرقم أربعة عشر الخاص بأسطورة الجنرز تيري هنري مشكلة والكوت أن الإصابات لازمت فلم يكن من نوعية اللاعبين القادرين على خوض عدة مباراة متتالية دون غياب بسبب الإصابة عندما بلغ والكوت سنة الخامس والعشرين بدأ لاعباً مختلفاً وفقد جزءاً كبيراً من سرعته بعد عودته من الإصابة والكوت واحد من اللاعبين الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى حدود قدرتهم القصوى السابع ميكا ريتشاردز فاز ريتشاردز للقب الدور الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي عندما كان شاباً صغيراً وكان أحد أبناء النادي القادمين من الأكاديمية أظهر ريتشاردز مستويات عالية بالرغم من صغر سنه ليتنبأ له الكثيرون في أن يصبح واحداً من أفضل الأظهرة في تاريخ إنجلترا ما حدث بعد ذلك لم يكن في الحسبان كثرة إصاباته أدت إلى إفساد مسيرته خصوصاً مع فريق قليل الصبر كمانشستر سيتي والذي قام باستبداله مباشرة لينتقل الظاهر الإنجليزي إلى أستون فيلا في عام 2015 بدايته هنا كانت جيدة أيضاً قبل أن تعصف به الإصابات مجدداً في السنوات الثلاث المتتالية ومنها إصابة في الركبة أوقفت مسيرته تماماً اعتزل ريتشاردز كورتا القدم عن عمر يناهز واحداً وثلاثين عاماً في عام 2019 حيث لم يتمكن من استعادة مستوى بعد تلك الإصابة السادس سانتي كازورلا لا يمكن التحدث عن الإصابات دون ذكر سانتي كازورلا الذي يعد واحداً من أشهر اللاعبين الذين دمرت الإصابات مسيرتهم تألق النجم الإسباني مع أرسنال في الدور الإنجليزي الممتاز لفترة قبل أن تبدأ الإصابة في السيطرة على حياته تعرض كازورلا لعدة إصابات مختلفة منها في الركبة والكاحل كان من أخطرها إصابة في الساق كادت تنهي مسيرته الكروية خاض كازورلا أكثر من عشر عمليات جراحية وغاب عن أرسنال لمدة ستمائة وستة وثلاثين يوم لم يلمس فيها كرة القدم في الوقت الذي تعث فيه كازورلا كان عقده مع أرسنال قد انتهى ليرحل بعدها مجاناً للعب مع نادي السد القطري السحر الذي كان يقدم كازورلا على أرض الملعب كان بإمكانه أن يتطور إلى مستويات أعلى في حال ما بقي سليماً من الإصابات لقب أبو ديابي في بداية مسيرته مع أرسنال باسم فييرا الجديد ذلك لوحده كان كافياً لتدرك كم الموهبة التي كان يمتلكها تمتع لاعب خط الوسط الفرنسي الشاب واغتهى بالقدرة على اللاعب كوسط ميدان حركي فقد كانت لديه إمكانيات عالية في مراوغة المنافسين بسهولة كما أنه جيد في النواحي الدفاعية كان لأرسنال كل الحق في أن يشعر بالسعادة لأنه يمتلك لاعباً بقدرات أبو ديابي بعد بدايته المذهلة مع الجانرز تعرض اللاعب الفرنسي للسلسلة من الإصابات حرمته من اللاعب كثيراً مع أرسنال عدم قدرته على التعافي منها جعلته يعتزل كرة القدم مبكراً وهو في سن الثانية والثلاثين عاماً فقط لاعب آخر لأرسنال في هذه القائمة ولكن هذه المرة كان حظه جيداً مع الجانرز حيث تألق بشكل لافت وأصبح أحد أفضل المدافعين في الدول الإنجليزي الممتاز منذ أن تم التعاقد معه قادماً من آيكس أمستردام تألقه لافت دفع برشلون إلى خطفه من الجانرز وهناك بدأ اللاعب البلجيكي في الدخول إلى دوامة الإصابات التي دمرت مسيرته كان واضحاً في كل مرة يلعب فيها مع برشلون أنه مدافع من الطراز الرفيع إلا أنه فشل تماماً في أن يبقى سليماً من الإصابات بعدها رحل إلى روما وهناك لعب 607 دقائق فقط فيرمايل واحد من المواهب الدفاعية التي دمرتها الإصابات بنى بروسيا دورتمون تحت قيادة يورجني كلوب واحداً من أمتع وأقوى الفرق في أوروبا كان جوتسي أحد ركائزه عندما سجل هدف الفوز في نهائي كأس العالم فإن سقف التوقعات لك ستزداد بشدة رغبة جوتسي للبقاء في ألمانيا دفعت للانتقال إلى ميونيخ كتطور طبيعي لمسيرته الكروية بعدها تحطم اللاعب تحت وابل من الإصابات وكان يعاني باستمرار من مشاكل في اللياقة البدنية عاد بعدها إلى دورتمون وتم تشخيص إصابته باعتلال عضلي في عام 2017 كما كان يملك اضطراباً في التغذية كان ذلك سبباً في مشاكل اللياقة دورتمون قرر في النهاية عدم تجديد عقده لأنه أدرك أن إصابته مزمنة ليرحل إلى آيدين هوفن الهولندي الثاني آيدين هازارد وجود هازارد في هذه القائمة قد يكون أمراً مثيراً للجدل خصوصاً وأن اللاعب حظي بمسيرة رائعة مع تشيلسي تحول حلم انتقاله لريال مدريد إلى كابوس مزعج لا يزال يعيشه إلى حدود اللحظة تعرض النجم البلجيكي إلى 16 إصابة منذ انضمامه إلى النادي الملكي لم يلعب هازارد أي مباراة في تاريخ الكلاسيكو حتى اللحظة حيث غاب عن جلها بسبب الإصابة تقدر خسارة ريال مدريد في الموسم الواحد جراء إصابات هازارد بمبلغ 17 مليون يورو وهي الفترة التي تقاضى فيها راتبه دون أن يلعب وهو الرجل الذي صدم ملعب كامبنو بأداء خلاب في خط الوسط في عام 2011 وجرأ أعظم فريق لبرشلون بقيادة بيبكوارتولا إلى كل زاوية من زوايا الملعب تلك هي انطلاقة جاك الذي توقع له الكثيرون أن يكون من ضمن أعظم لاعب وسط الميدان في إنجلترا سلبت الإصابة من مشاهدته وهو يتطور إلى لاعب خط وسط عالمي لم يستطع اللاعب الإنجليزي تعافي منها ومن أبرزها مشاكل في الكاحل استمرت معه لفترة طويلة لم يجد أرسنل مفرا من تركه يرحل مجانا إلى ويستهام وهناك لم يتمكن من الوقوف على قدميه وعادت الإصابات تلازمه كان بإمكانه أن يكون في قمة مستواه حاليا إلا أن ذلك لم يحدث ليصبح أحد أبرز الأمثلة للعبين الذين دمرتهم الإصابات شاركونا بآرائكم وتعليقاتكم اذكر لنا أسماء لاعبنا آخرين اعترضت الإصابات مسيرتهم في كرة القدم لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس فبدعمكم نستمر